أجرى موفد التلفزيون المصرية يوسف عبدين لقاءاً خاصاً مع وزير الخارجية سامح شكري رئيس مؤتمر المناخ كوب 27 على هامش فعليات قمة المناخ في شرم الشيخ نتبع مشاهدين الكرام نرحب بحضرتكم معنا في تغطيتنا المباشرة لمؤتمر الأطراف لانتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 من هنا من مدينة شرم الشيخ مدينة السلام قمة التنفيذ ويسعدنا في هذا اللقاء أن نصطديف سعادة السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف كوب 27 معالي السفير نرحب بحضرتك معنا على شاشة تلفزيون المصري بداية معالي السفير ما مضى من أيام أكثر مما تبقى وما بين لقائنا الأول مع سيادتك ولقاء اليوم الكثير من الفعاليات والجلسات في البداية ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه حتى الآن وهل كانت هناك من معوقات أعاقة ما كان متوقع؟ الحمد لله الأسبوع الأول من المؤتمر يعد أسبوع ناجح جدا بكل المقاييس أولا مشاركة منقطعة النظير وفق تقدير السكرتاريا 66 ألف مشارك في كوب وبالإضافة إلى المساحات الكبيرة التي تعدت أي مساحات تم تقصصها في أي مؤتمرات سابقة سواء في المنطقة الخضراء أو المنطقة الزرقاء لإتاحة الفرصة للمشاركين الحكوميين والقطاع الأعمال والمجتمع المدني بأن يسهم في المؤتمر وأن يعرض تجاربه وأفكاره فيما يتعلق بقضية تغير المناخ والسلوب الأمثل لمواجهتها مشاركة هذا العدد من رؤساء الدول والحكومات ما يفوق 120 هي مظاهرة لتأكيد الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي ومشاركة السادة القادة في الدوائر الموائد المستديرة التي تم تنظمها وتنولت القضايا المركزية المرتبطة بقضية تغير المناخ كلها كانت تعطي الدفعة والتوجيه للمفاوضين بضرورة الاطلاع بالجهد وبشكل يعبر على المسؤولية في التوصل إلى نتائج إيجابية هذا الأسبوع تركيز بالتأكيد على القضايا التفاوضية المخرجات من مستندات قانونية رسمية تعبر عن ما يعد الموضوعات الرئيسية اللي بيوليها الأطراف اهتمام ويتم التفاوض حولها ومنها القضايا التقنية المعقدة ومنها أيضا قضايا السياسية لبناء الثقة بين الأطراف واتخاذ الإجراءات التي تترجم التنفيذ إلى واقع عملي وتعيد التأكيد على ضرورة الاطلاع بإجراءات والوفاء بتعهدات تمكن كافة الدول بالسير قدما نحو التنفيذ ونحو معالجة قضايا التغير المناخ مع الوزير هذه الدورة تحديدا حملت العديد من الأسماء الجديدة في أيامها الموضوعية كان فيه يوم إزالة الكربون أيضا كان يوم المرأة بالأمس وأيضا العديد من المبادرات التي تم إطلاقها لأول مرة من هنا من كوب 27 هل لك الحديث عن هذه المبادرات؟ نحن عند التنظيم خصصنا أيام موضوعية لمناقشة كما تفضلت قضايا التغير المناخ والمرأة قضايا السلم والأمن وقضايا التغير المناخ التعامل مع قضايا تخفيض الانبعاثات والكربون الطاقة وغيرها من الموضوعات المياه والأمن الغذائي كلها الموضوعات الأخذت أولوية في اهتمام المجتمع الدولي وأتاحت الفرصة لمشاركة على مستوى عالي من الوزراء المتخصصين وقطاع الأعمال والمجتمع المدني حتى تكون هناك مطروحة كافة الأفكار التي تؤكد العمل الدولي المشترك للتعامل مع قضايا التغير المناخ القرى الأفريقية سعادة الوزير دائما ما تؤكد على هميتها في كل الجلسات التي شاركت فيها مسألة التكيف والمرونة في التعامل مع التمويلات وأيضا نهاية القرى الأقل نمواً والأكثر تضرراً هل القرى الأفريقية الآن أصبحت في مرمى تحقيق الأهداف من التمويل والتكيف؟ هذه من القضايا الهامة والمشاركة الفعالة من قبل المجموعة الأفريقية وخدرتها التفاودية وأيضا مشاركة عدد كبير من القادة وزعماء الأفاريخة في الشق رفيع المستوى يعزز مرة أخرى ضرورة إلاء المجموعة الأفريقية والدول الأفريقية الرعاية التي تستحقها باعتبارها لم تسهم في المشكلة وأنها من أكثر الدول تضروراً بالأثار السلبية المترتبة على تغير المناخ في نفس الوقت هناك إدراك متنامي بضرورة توفير التمويل لهذه الدول وليس التمويل الخائم على الخروض عالية التكلفة وإنما ضرورة توفير المنح والخروض طويلة الأجل والمنخفضة واتخاذ الإجراءات لدي مؤسسات التمويل الدولية التي تجذب الاستثمارات إلى القارة وتوفر الدمانة لهذه الاستثمارات حتى تزيد من خدرتها التنافسية ولا تشكل عبء إضافي على الدول الأفريقية تنتقس من جهودها ومن مواردها التي توجهها نحو التنمية ونحو الاثقاء بمستوى معيشة شعوبها في هذا السياق سيادة الوزير أكدت في إطار فعاليات اليوم يوم الطاقة على أهمية التحول الأخضر العادل لنمو الدول الأفريقية كيف كانت الاستجابة؟ يعني دائما نحن نزكي ونؤكد على أن التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة أو التحول نحو الطاقة النزيفة لابد أن يتسم بأنه تحول عادل ويعتمد على توفير الموارد التي تتيح للدول النامية هذا الانتقال دون الانتقاس من مواردها أو الحد من استغلال لطاقتها والتأثير على خطة نموها ونستمر في هذا التوجه وهو توجه كل مدى بتزداد الالتفاف حوله على أنه أمر ضروري وحتمي وأن العدالة في ما نخوم به من جهود متصلة بالمبدأ الرئيسي هو المسؤولية المشتركة وتباين القدرات وأيضا فيما يتعلق بالتحول العادل في الطاقة أخيرا معالي الوزير في ظل الأزمات التي تمر بها الدول في العالم أجمع العالم ينتظر أو ينظر إلى هذه القمة على أنها هي المنقذة للكوكب من التغيرات المناخية حتى الآن هل حققت مصر ما تصب إليه من تنظيم هذه القمة؟ مصر باعتبرها الدولة المضيفة والرئاسة المؤتمر تعمل على توفير المناخ الملائم لإجراء المفاوضات التنسيق مع المجموعات التفاوضية للوصول إلى نقطة التوافق فيما بينها رعاية المفاوضات والإشراف على الجهود المبزولة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى مخرجات تتوافقية تعمل ذلك بموضوعية وبحياد وتؤكد على الأطراف مسؤوليتهم تجاه مواطنيهم، تجاه العالم، تجاه الكوكب، تجاه الأجيال القادمة بأنه هي قضية جوهرية، قضية وجودية لا يمكن أن يتم التعامل الفعال معها إلا من خلال التعاون ومن خلال التفاهم لكل طرف لمحددات واحتياجات الطرف الآخر بشكل فيه عدل وفيه مساواة وفيه إدراق لما نستطيع أن نطلع به من جهود سعادة السفير سامح شكر وزير الخارجي المصري ورئيس قمة كوب 27 شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء شكرا لك الشكر موصول لحضراتكم مشاهدين ومستمرون في تغطيتنا المباشرة لفعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 من هنا من مدينة السلام من شرم الشيخ فابقوا معنا شكرا